البيانات نذكر من أهمها بيان حول التوجيهات الكبرى للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية بيان حول حالة تقدم خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بقطاع الصيد والاقتصاد البحري بيان حول حالة تقدم خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بقطاع التجهيز والنقل وسيتدخر السادة أصحاب المعالي وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج والصيد والاقتصاد البحري كلهم في مجال اختصاصه على أن أعود إليكم لتقديم البيان المتعلق بقطاع التجهيز والنقل وللرد على أسئلتكم معاي الوزير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سيدات والسادة شكركم معاي الوزير والناتق الرسمي باسم الحكومة فعلا كما أشار إلى ذلك الناتق الرسمي باسم الحكومة قدمت اليوم أمام مجلس الوزراء بيان عن توجهات السياسة الخارجية لبلادنا والديبلوماسية في السنوات المقبلة كما تعلمون تكلف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الملتانيين في الخارج تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية وفقا للمادة الثلاثين من الدستور بتعزيز السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للبلاد وتتمحور هذه المهمة حول الاهداف الأساسية التي يمر تحقيقها بالضرورة بمتماسك رؤية شمولية للعمل الدبلوماسي بأشكاله وتطبيقاته المتغيرة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف إن الدبلوماسية الملتانية كما يتبين من رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تسعى في السنوات المقبلة أن تكون أكثر اندفاعا وديناميكية لتتجاوز المجال التقليدي الثنائي والمتعدد الأطراف وهكذا تحاول خطة العمل هذه أن ترسم من خلال أعمال ملموسة هذه الرؤية للدبلوماسية الملتانية لرئيس الجمهورية وهي رؤية مستوحاة من النجاحات الحديثة التي لا يمكن إنكارها وأيضا من رؤية طموحة تندرج ضمن ديناميكية استشرافية ترسم أهدافا في المستقبل مع إدراك النواقص والعمل المهم الذي لا يزال يتعين القيام به وتأخذ هذه الرؤية في الحسبان الإمكانيات الجيوستراتيجية الهائلة للبلاد كما تقدر أيضا حدود العمل الدبلوماسي الذي غالبا ما تكون محسوبة وبرغماتية والتي تضع مصلحة البلد والحفار على سيادته فوق كل الاعتبارات الأخرى سأحاول أن أتجاوز بعض النقط ولكن أركز على النقطة الأساسية أولا الموقع الجيوستراتيجي للجمهورية الإسلامية الملتانية سيتم استغلال الموقع الجيوستراتيجي لبلادنا لتسهيل التقارب بين العالم العربي وإفريقيا وكذلك بين إفريقيا وبقية العالم والمساهمة في السلام والتماسك بين الشعوب استنادا إلى موقعنا الجيوستراتيجي تتمتع أمور ثانيا بموقع جيوغرافي ذريد يمنحها ميزة استذنائية فهي اليوم الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى سلسلة من المجموعات الجيوستراتيجية الضرورية للسلم والاستقرار والتبادلات الاقتصادية مع بقية العالم مجموعة الخمسة للساحة الجيسانك اتحاد المغرب العربي الاتحاد الإفريقي منظمة المؤتمر الإسلامي الحوار خمسة زايد خمسة الاتحاد من الجيو المتوسط منظمة استذمار نهار السنغال وجامعة الدول العربية وتتم التعو باتفاقية شراكة استراتيجية تم التصديق عليها مؤخراً مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الواقع موريتانيا هي البلد الوحيد الذي ينتمي إلى كل هذه المجموعات في نفس الوقت على سبيل المثال لا تنتمي أي دولة من دول مجموعة الخمس للساحة إلى اتحاد المغرب العربي ولا تنتمي أي دولة أخرى في جامعة الدول العربية إلى مجموعة الخمسة للساحة الآخرية فموريتانيا ليست مجرد دولة عضو في هذه المجموعات فهي معترف بها اليوم بلا شك كقائد ضمن هذه المجموعات البلد المؤسس لمجموعة الخمسة للساحة الجيسينك التي أنشيت في الواقشوت سنة 2014 وترأست الاتحاد الإفريقي سنة 2014 وجامعة الدول العربية سنة 2016 كما فرضت نفسها بشكل أساسي من خلال تنظيمي العديد من مؤتمراتي القمة المتعاقبة القمة العربية وقمة الاتحاد الإفريقي وقمة مجموعة الخمسة الساحة الجيسينك في الواقشوت التي أصبحت قبلة في شبه المنطقة كما يحتفي شركاؤنا بالنموذج الموريتاني وخصوصا بنجاحاتنا الأخيرة في مجال الأمن والاستقرار تعتبر التحولات العميقة التي مر بها قطاع الأمن والدور القيادي لجيشنا في شبه المنطقة بما في ذلك دوره ضمن قوة مجموعة الخمس للساحل جيسينك إنجازات لا مراء فيها ولكن يجب الحفاظ عليها دون ادعاء أو غطرصة فنحن لا نرى أنفسنا كمن يعطي دروسا للآخرين كل دولة لها خصوصياتها لهذا السبب تستند رؤيتنا للعلاقات بين الدول إلى مبدأ الاحترام الصارم للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما ندعو إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل لكننا ندرك أيضا أن مصلحة الدول هي وحدها التي تحكم العلاقات الدولية على مستوى التعاون مع العالم العربي سأركز على النقاط الأساسية إن بلادنا وهي عضو في لجنة القدس ستسمع صوتها على الساحة الدولية للمساهمة بعملية السلام في الشرق الوسط والتي ستؤدي بالضرورة إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمة القدس الشريف سيبقى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق التي لا تقبل المساس أحد ذوابت سياستنا الخارجية سنستمر بالدفاع بقوة وفقا للمبادرة العربية عن ذكرة التعاوش بين دولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب بوجود دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف بطبيعة الحال ستظل علاقتنا مع دول الخليج متميزة بسبب وجود تاريخ مشترك مستمد من أوجه التشابه الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية سنستمر في تبني سياسات اليد الممدودة والحوار مع جميع البلدان بناء على مبدأ عدم التدخل والاحترام المتبادل بغض النظر عن اختلافنا حول بعض القضايا على مستوى التعاون مع إفريقيا والجوار المباشر تقع موريتانيا على ملتقى يجمع كافة الرهانات الموضوعاتية والجغرافية الإقليمية إن جذورها العميقة في إفريقيا مثل روابط الدم بالإضافة إلى الروابط الروحية والتجارية القوية جدا مع إفريقيا وانتمائها العربي المعلن بكل فخر تجعلها دولة غنية ذقافية على ملتقى بين العديد من الحضارات كما يجعلها بشكل خاص شريكا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه إن هدفنا هو إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي الذي يبقى في السنوات الذي عفوا بقي في السنوات الأخيرة جامدا تماما إننا ننوي الحديث بصراحة أكبر مع إخوتنا المغاربيين الذين نتشارك معهم التاريخ والمصير المشتركين انتهى وقت الصيغ الجوفاء ولغة الخشم كل شيء على ما يرام لا تريد الشعوب المغرب العربي الانتظار بعد الآن ومع ذلك فإننا ندرك طبيعة العقابات المطروحة والتي هي في الأساس سياسية هناك حاجة لاستكشاف المزيد من الفرص للتكامل الاقتصادي والثقافي في انتظار التحاق الموقف السياسي بالركب من المهم أيضا إدراك أن موليتانيا الدولة العضو المؤسس لاتحاد المغرب العربي هي البلد الأقل استفادة من مؤسسات هذا الاتحاد وهو موقف نعتزم معالجته على مستوى نزاع الصحراء نفضل من الآن الحديث عن عدم الانحياز أي أننا نشطون ومهتمون ولكننا لا نؤيد ولا ننحاز لأي طرف بدلا من الحيات الذي يشير إلى موقف سلبي نحن لسنا متفرجين ونريد أن نرى هذا الصراع يحل في أسرع وقت ممكن لقد حان الوقت لإيجاد حل عادل ودائم مقبول لدى جميع الأطراف بهذا الصراع الذي تسبب بمعاناة هائلة للشعوب وتسبب بتجميد الاتحاد المغربي الآن فيما يتعلق بالتعاون بين القارات وكذلك التعاون مع أوروبا على سبيل المذال يجب على موليتانيا العمل على مزيد من استكشاف جوارها مع أوروبا كما يجب على الاتحاد الأوروبي لاعتراف بشكل أكبر بهذا الجوار الذي وجدناه بعيدا في بعض الأحيان إن موقعنا الجيوستراتيجي المذكور علىه وسياسات موليتانيا في مجال الهجرة ومكافحة الهراب تمنح موليتانيا مكانة متميزة مع أوروبا هذا الموقع والموضع سيكونان حاسمين في المناقشات الجارية حول مستقبل اتفاقيات كوتونو المتعلقة بدول إفريقيا والكرايب والمحيط الهادي وعلى آليات التعاون الجديدة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي التي ستتبع ذلك ومع ذلك شعرنا في كثير من الأحيان أننا وقعنا ضحية نجاحاتنا في مكافحة الهزرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وأننا لم نتلقى دائما الدعم الذي نحتاجه لذلك سنكون أكثر حرصا فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف ستسعى الديناء مكافحة في مكافحة الإرهاب مددى خلق مكافحة ومددنا لإليادة الوجود على السحاب ما يؤدي إلى مددك مدات الاليات الدبلوماسية الوطنية للأزميات أو حل النزاعات من خلال التفاوض وعلى الصعيد المتعدد للأطراف ستواصل موريتانيا لعب دور نشط في مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومعظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة العربية حيث من المهم أن يكون لدينا المزيد من المناصب القيادية في هذه المؤسسات وهو أمر سنجعل منه أولوية بالتشاور مع مجموعتنا في شمال إفريقيا ستأخذ موريتانيا حملة لحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في المستقبل القريب إننا نؤيد جهود الإصلاح الجارية للأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة من أجل تمذيل أكثر عدالة لإفريقيا نحن نؤمن إيمانا راسخا بالحاجة إلى إصلاح سياسة الأمم المتحدة الحالية لحفظ السلام والتي هي متذاقلة وغير متناسبة مع تحديات كالإرهاب حيث يجب إعطاء القوات الأخف وزنا والقوات المنتنقلة والتي تعرف الميدان مهمة أكثر صرامة تحت الفصل السابع من ميذاقي مجلس الأمن العلاقات مع المنظمات الدولية ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع المجلس الوزراء اليوم الخميس 9 ربيع الأول 1441 هجرية الموافق 7 موفمبر 2019 ميلادية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني قد درس المجلس وصادق على مجموعة من البيانات نذكر من أهمها بيان حول التوجيهات الكبرى للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية بيان حول حالة تقدم خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بقطاع الصيد والاقتصاد البحري بيان حول حالة تقدم خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بقطاع التجهيز والنقل وسيتدخر السادة أصحاب المعالي وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج والصيد والاقتصاد البحري كلهم في مجال اختصاصه على أن أعود إليكم لتقديم البيان المتعلق بقطاع التجهيز والنقل وللرد على أسئلتكم معاي الوزير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سيدات والسادة شكركم معاي الوزير والناتق الرسمي باسم الحكومة ذالا كما أشار إلى ذلك الناتق الرسمي باسم الحكومة قدمت اليوم أمام مجلس الوزراء بيان عن توجهات السياسة الخارجية لبلادنا والديبلوماسية في السنوات المقبلة كما تعلمون تكلف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المورتانيين في الخارج تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة الثلاثين من الدستور بتعزيز السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للبلاد وتتمحور هذه المهمة حول الهداف الأساسية التي يمر تحقيقها بالضرورة بمتماسك رؤية شمولية للعمل الدبلوماسي بأشكاله وتطبيقاته المتغيرة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف إن الدبلوماسية المورتانية كما يتبين من رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تسعى في السنوات المقبلة أن تكون أكثر اندفاعاً وديناميكية لتتجاوز المجال التقليدي الثنائي والمتعدد الأطراف وهكذا تحاول خطة العمل هذه أن ترسم من خلال أعمال الموسة هذه الرؤية للدبلوماسية المورتانية لرئيس الجمهورية وهي رؤية مستوحاة من النجاحات الحديثة التي لا يمكن إنكارها وأيضاً من رؤية طموحة تندرج ضمن ديناميكية استشرافية ترسم أهدافاً في المستقبل مع إدراك النواقص والعمل المهم الذي لا يزال يتعين القيام به وتأخذ هذه الرؤية في الحسبان الإمكانيات الجيوستراتيجية الهائلة للبلاد كما تقدر أيضاً حدود العمل الدبلوماسي الذي غالباً ما تكون محسوبة وبراغماتية والتي تضع مصلحة البلد والحفاظ على سيادته فوق كل الاعتبارات الأخرى سأحاول أن أتجاوز بعض النقط ولكن أركز على النقطة الأساسية أولاً الموقع الجيوستراتيجي للجمهورية الإسلامية المورتانية سيتم استغلال موقع الجيوستراتيجي لبلادنا لتسهيل التقارب بين العالم العربي وإفريقيا وكذلك بين إفريقيا وبقية العالم والمساهمة في السلام والتماسك بين الشعوب استناداً إلى موقعنا الجيوستراتيجي تتمتع أمور ثانيا بموقع جيوغرافي ذريد يمنحها ميزة استذنائية فهي اليوم الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى سلسلة من المجموعات الجيوستراتيجية الضرورية للسلم والاستقرار والتبادلات الاقتصادية مع بقية العالم مجموعة الخمسة للساحة الجيسانك اتحاد المغرب العربي الاتحاد الإفريقي منظمة المؤتمر الإسلامي الحوار خمسة زايد خمسة الاتحاد من الجيو المتوسط منظمة استذمار نهار السنغال وجامعة الدول العربية وتتم التعو باتفاقية شراكة استراتيجية تم التصديق عليها مؤخراً مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الواقع موريتانيا هي البلد الوحيد الذي ينتمي إلى كل هذه المجموعات في نفس الوقت على سبيل المثال لا تنتمي أي دولة من دول مجموعة الخمس للساحة إلى اتحاد المغرب العربي ولا تنتمي أي دولة أخرى في جامعة الدول العربية إلى مجموعة الخمس للساحة الآخرية فموريتانيا ليست مجرد دولة عضو في هذه المجموعات فهي معترف بها اليوم بلا شك كقائد ضمن هذه المجموعات البلد المؤسس لمجموعة الخمس للساحة الآخرية التي أنشيت في الواقشوت سنة 2014 وترأست الاتحاد الإفريقي سنة 2014 وجامعة الدول العربية سنة 2016 كما فرضت نفسها بشكل أساسي من خلال تنظيم العديد من مؤتمرات القمة المتعاقبة القمة العربية وقمة الاتحاد الإفريقي وقمة مجموعة الخمس الساحل الجيسين في الواقشوت التي أصبحت قبلة في شبه المنطقة كما يحتفي شركاؤنا بالنموذج الموريتاني وخصوصا بنجاحاتنا الأخيرة في مجال الأمن والاستقرار تعتبر التحولات العميقة التي مر بها قطاع الأمن والدور القيادي لجيشنا في شبه المنطقة بما في ذلك دوره ضمن قوة مجموعة الخمس للساحل جيسينك إنجازات لا مرأة فيها ولكن يجب الحفاظ عليها دون ادعاء أو غطرصة فنحن لا نرى أنفسنا كمن يعطي دروسا للآخرين كل دولة لها خصوصياتها لهذا السبب تستند رؤيتنا للعلاقات بين الدول إلى مبدأ الاحترام الصارم للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما ندعو إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل لكننا ندرك أيضا أن مصلحة الدول هي وحدها التي تحكم العلاقات الدولية على مستوى التعاون مع العالم العربي سأركز على النقاط الأساسية إن بلادنا وهي عضو في لجنة القدس ستسمع صوتها على الساحة الدولية للمساهمة بعملية السلام في الشرق الوسط والتي ستؤدي بالضرورة إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمة القدس الشريف سيبقى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق التي لا تقبل المساس أحد ذوابت سياستنا الخارجية سنستمر بالدفاع بقوة وفقا للمبادرة العربية عن ذكرة التعاوش بين دولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب بوجود دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف بطبيعة الحال ستظل علاقتنا مع دول الخليج متميزة بسبب وجود تاريخ مشترك مستمد من أوجه التشابه الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية سنستمر في تبني سياسات اليد الممدودة والحوار مع جميع البلدان بناء على مبدأ عدم التدخل والاحترام المتبادل بغض النظر عن اختلافنا حول بعض القضايا على مستوى التعاون مع افريقيا والجوار المباشر تقع موريتانيا على ملتقى يجمع كافة الرهانات الموضوعاتية والجغرافية الإقليمية إن جذورها العميقة في افريقيا مثل روابط الدم بالإضافة إلى الروابط الروحية والتجارية القوية جدا مع افريقيا وانتمائها العربي المعلن بكل فخر تجعلها دولة غنية ذقافية على ملتقى بين العديد من الحضارات كما يجعلها وبشكل أخاص شريكا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه إن هدفنا هو إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي الذي يبقى في السنوات الذي عفوا بقي في السنوات الأخيرة جامدا تماما إننا ننوي الحديث بصراحة أكبر مع إخوتنا المغاربيين الذين نتشارك معهم التاريخ والمصير المشتركين انتهى وقت الصيغ الجوفاء ولغة الخشم كل شيء على ما يرام لا تريد الشعوب المغرب العربي الانتظار بعد الآن ومع ذلك فإننا ندرك طبيعة العقابات المطروحة والتي هي في الأساس سياسية هناك حاجة لاستكشاف المزيد من الفرص للتكامل الاقتصادي والثقافي في انتظار التحاق الموقف السياسي بالركب من المهم أيضا إدراك أن موريتانيا الدولة العضو المؤسس لاتحاد المغرب العربي هي البلد الأقل استفادة من مؤسسات هذا الاتحاد وهو موقف نعتزم معالجته على مستوى نزاع الصحراء نفضل من الآن الحديث عن عدم الانحياز أي أننا نشطون ومهتمون ولكننا لا نؤيد ولا ننحاز لأي طرف بدلا من الحيات الذي يشير إلى موقف سلبي نحن لسنا متفرجين ونريد أن نرى هذا الصراع يحل في أسرع وقت ممكن لقد حان الوقت لإيجاد حل عادل ودائما مقبول لدى جميع الأطراف بهذا الصراع الذي تسبب بمعاناة هائلة للشعوب وتسبب بتجميد الاتحاد المغربي الآن فيما يتعلق بالتعاون بين القارات وكذلك التعاون مع أوروبا على سبيل المذال يجب على موريتانيا العمل على مزيد من استكشاف جوارها مع أوروبا كما يجب على الاتحاد الأوروبي لاعتراف بشكل أكبر بهذا الجوار الذي وجدناه بعيدا في بعض الأحيان إن موقعنا الجيوستراتيجي المذكور علىه وسياسات موريتانيا في مجال الهجرة ومكافحة الهراب تمنح موريتانيا مكانة متميزة مع أوروبا هذا الموقع والموضع سيكونان حاسمين في المناقشات الجارية حول مستقبل اتفاقيات كوتونو المتعلقة بدول إفريقيا والكرايب والمحيط الهادي وعلى الآليات التعاون الجديدة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي التي ستتبع ذلك ومع ذلك شعرنا في كثير من الأحيان أننا وقعنا ضحية نجاحاتنا في مكافحة الهزرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وأننا لم نتلقى دائما الدعم الذي نحتاجه لذلك سنكون أكثر حرصا فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي المتعدد للأطراف ستسعى الديناميكية الدبلوماسية الجديدة إلى خلق مكانة استراتيجية لبلدنا من خلال زيادة الوجود على الساحة الدولية مما سيؤدي إلى مساهمة في أعمال حفظ السلام وامتلاك الآليات الدبلوماسية الوطائية لتجنب الأزمات أو حل النزاعات من خلال التفاوض وعلى الصعيد متعدد الأطراف ستواصل موريتانيا لعب دور نشط في مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة العربية حيث من المهم أن يكون لدينا المزيد من المناصب القيادية في هذه المؤسسات وهو أمر سنجعل منه أولوية بالتشاور مع مجموعتنا في شمال إفريقيا ستأخذ موريتانيا حملة لحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في المستقبل القريب إننا نؤيد جهود الإصلاح الجارية للأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة من أجل تمذيل أكثر عدالة لإفريقيا نحن نؤمن إيمانا راسخا بالحاجة إلى إصلاح سياسة الأمم المتحدة الحالية لحفظ السلام والتي هي متذاقلة وغير متناسبة مع تحديات تحديات كالإرهاب حيث يجب إعطاء القوات الأخف وزنا والقوات المنتنقلة والتي تعرف الميدان مهمة أكثر صرامة تحت الفصل السابع من ميذاق مجلس الأمن العلاقات مع المنظمات الدولية فقد تريد أن نشير هنا إلى أننا سنترأس كما تعلمون المجموعة الخمسة للساحل جيساً ابتداء من شهر فبراير المقبل بدلاً لدولة بوركناب فاصوه الحالية وسيكون هنا قمة في شهر فبراير في نواك شوط بإذن الله على مستوى ما نسميه الدبلوماسية الموازية من المهم إلي أن أشير إلى بعض الموقات إذا تجاوزنا الحدود التقليدية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف فإن دبلوماسيتنا ستوسع نطاقها بإبراز رؤيتنا وتذمين مساهمتنا بالديمقراطية والتنمية والثقافة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لا تعتبر أي دبلوماسية كاملة دون إعطائها الأولوية لقنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي فموريتانيا بلاد شنقيطي مهد المرابطين وإمبراطورية غناء معروفة على نطاق واسع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الوسط بفضل علمائها ومشايخها الذين قاموا بتدريس الإسلام الشامل والمتسامح بقليل من الوسائل وكثير من التواضع نحتاج إلى إعادة تنشيط هذه القنوات لجعل بلدنا معروفا بشكل أفضل بالخارج وإعطاء صورة أكثر إيجابية من المهم في هذا الصدد تعزيز المقاربة عفن الموريتانية ضد التطرف العنيف والتي تتمثل في نزع الشرعية عن العنف من خلال الحوار والاعتماد على عبقرية علمائنا الذين يتمتعون بسلطة أخلاقية معترف بها في جميع أنحاء العالم يجب أيضا أن تعمل سفاراتنا وقصلياتنا كحلقات وصل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسويق البلد حيث أنه غير معروف في كثير من الأحيان وخاصة في ضوء الفرص الاقتصادية الجديدة في مجال الغاز والمعادن والزراعة والسياحة كما نحتاج أيضا في هذا الصدد إلى جالياتنا المعتبرة والنشطة جدا في الخارج والتي لا تميل كثيرا حتى الآن إلى الاقتراب من إدارة ترى أنها كانت بعيدة جدا وغير مهتمة ولكن قبل كل شيء نحتاج من أجل ذلك إلى دبلوماسيين مدربين تدريبا أفضل على الأساليب الحديثة للتفاوض والعقود وكذلك في التواصل واللغات الأجنبية وفي هذا الصدد لا يمكن تحقيق هذه السياسة المتثلة في الدبلوماسية أكثر نشاطا وأكثر اندفاعا إلا بفضل الموارد البشرية المدربة بشكل أفضل والأكثر احترابا ونحن نخطط لإنشاء أكاديمية دبلوماسية مثل الدول المجاورة لتدريب وتوجيه الدبلوماسيين الشباب ستزداد الأولوية المعطاة حديثا لتعظيف الشباب والنساء في السلك الدبلوماسي ومن المهم أيضا الاستمرار في تزويد البلاد بسفارات مملوكة للدولة الموليتانية عن طريق بناء أو شراء سفارات جديدة بالإضافة إلى النتيجة الإيجابية التي ستترتب على صورة البلاد وتمديلها بسوف تقوم هذه الخطة بترشيد مواردنا المحدودة لإعادة توجيهها نحو تحسين الظروف المعيشية لدبلوماسيين ومكافعتهم النشاط الدبلوماسي ملحق هناك لن ندخل في التفاصيل بهذا هناك ميادين جديدة سنعمل عليها كما أشرت من الدبلوماسية التنموية والاقتصادية من الدبلوماسية البرلمانية لم نهتم كثيرا بالعلاقات ما بين البرلمانات وإنشاء جماعات صداقة على مستوى البرلمانات الدبلوماسية القضائية ميدان كذلك لم نعطيه أولوية كبيرة في الماضي وهناك نقطة مهمة وريد أن أركز عليه الدبلوماسية في حقوق الإنسان يدمج بعد حقوق الإنسان ستسلط سياستنا الخارجية الضوء على مزايا ناشئة عن سيادة القانون والتحولات المؤسسية في بلادنا من خلال تأييد التناوب السلمي للسلطنات ناتج عن الانتخابات الرئيسية في 2019 إن انتخابنا حديثا كعضو بمجلس الأمن المتحدة لحقوق الإنسان انتخابا كان بارزا بـ 172 صوت من 187 إن إذن انتخابنا سيكون فرصة لتعزيز رؤيتنا للتسامح والاعتدال التي لها جذور عميقة في إتباع مقاربة رزينة تجاه قضايا حقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية وسياق وواقع كل بلد كما سيتم إلقاء الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية يجب أن يكون عملنا في مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الأخرى ذات الصلة أكثر نشاطا ويجب أن نتوقف عن أن نكون دائما في موقف دفاعي ليس لدينا شيء نخفيه بهذا المجال فترسانة القانونية التي أقامتها جمهورية الإسلامية الملتنية بما في ذلك ما تضمنه الدستور الذي يعتبر العبودية جريمة ضد الإنسانية وهو ما نادت به فقط دول قليلة تشكل مذالا يمكن الكثيرين أن يستلهموا منه كما تشكل الإجراءات المصاحبة والتي سيتم تعزيزها في السنوات القادمة خاصة من خلال رؤية فخامة الرئيس كما سمعتم لقضية الغبن وإن شاء هيئة مسؤولة عن هذه القضية إذن هذه كل التعزيزات المقبلة والعديد من القصص النجاح التي غير معروفة لازم أن يكون هناك خطة لإعلامنا ولياتصالنا من أجل التعريف بهذه القضايا التي ليست معروفة الآن سأعطيكم فقط سلسلة سريعة من بعض النقط التي سنعمل عليها الأولى هي قمة مجموعة دول الساحل الخمس في فبراير 2020 لقد قدمنا كذلك اهتمامنا بقمة الخمسة زائد خمسة التي كانت السنة الماضية في مارسيليا قدمنا اهتمام موريتانيا بها وتقريبا هناك شبه موافقة أن القمة المقبلة ستتعقد في نواكشوت في شهر إبريل ذلك إنشاء بعذات وفرق متنقلة لتسجيل وتسليم الوراق للموريتانيين في الخارج مع مراعات أولوية إفريقيا والولايات المتحدة وكندا وأنتم تعلمون أن بدأنا في أنجولا وفي مالي هذا الأسبوع وسنستمر في هذا الموضوع رابعا تسوية العقبات أمام ازدواج جنسية بإصدار القانوني للصلة آخرين بعين الاعتبار كل ما يجب عين الاعتبار بما في القضايا الأمنية وغيرها خامسا ضرورة الدراسة مقارنة للظروف المعيشية ومكافأة الدبلوماسيين الملتعين لازم أن ننظر إلى الظروف المعيشية لديبلوماسيين وظروف المكافأة التي يحصلون عليها مقارنة مع الدول خاصة في محيطنا سادسا وضع اللمسات الأخيرة على التأمين الصحي لديبلوماسيين وذويهم الذين يعملون في بعضاتنا ديبلوماسية والقنصرية في الخارج سابعا إنشاء نظام خطاب تكليف لصالح السفراء ورؤساء البعضات المؤتبينين الخارجين سيكون لهم خطاب تكليف يوضح لهم ما هو مطلوب منهم بما يتعلق بالجالية بما يتعلق باستثمارات بالسياحة وما يتعلق بالديبلوماسية والسياسية كذلك استحداث طرق مبتكرة لتعيين السفراء من خلال إقامة حفل رسمي مرعيس الجمهورية قبل تعيينهم تقدم لهم هذه الرسالة التكليف التي تكلمت عنها تاسعا إطلاق أكاديمية ديبلوماسية تكلمت عنها وستطرق قريبا بإذن الله مبدئيا وافق عليها بخامة الرئيس ولكن ما زالت هناك ورقة وسأقدمها أمامكم تعطي تفاصيل أكثر وهي ليست هيئة جامعية جديدة هي أساسا هيئة مهنية داخل الوزارة تكون الدبلوماسيين الذين عادة عندما يخرجون من مدرسة الإدارية يخرجون لديهم خبرات لا بأس بها ولكن لازم لهم الخبرات تتعلق بالديبلوماسية البروتوكول التحاليل الدبلوماسية العلاقات الدولية إلى آخرين ولكن إن شاء الله هذه النقطة تعهد أني سأرجع أمامكم مستقبلا لتوضيحها أكثر عاشرا تنظيم التناوب الدبلوماسي بشكل تلقائي المشكلة الموجودة لدينا اليهم أن من ذهب إلى الخارج لا يمكن أن يرجع إلى الإدارة وهذا غلط كبير لأن التناوب الدبلوماسي جزء كبير من ما يسمى الاروتاسيون سنعمل عليها بجدية وسنحط لها القوانون والقانون المشود ولكن سنفعي لهذا القانون هذه القضايا كانت على المدى القصي على المدى المتوسط سنقوم بإعداد مذاق الأخلاقيات الدبلوماسية المورتانية ما هي الأخلاقيات المطلوبة من الدبلوماسية المورتانية؟ ذانيا تحديد إجراءات إصدار جوازات السفر أوراق الأحوال المدنية عن بعد لأي مورتاني يحمل رقم هوية وطني ثالثا تنظيم مؤتمر سنوي للسفراء سنرجع لهذه الفكرة وسيكون إن شاء الله أول مؤتمر بإذن الله في الصيف المقبل رابعا عقد مؤتمر للجاريات المورتانية في الخارج وتكلمت أمامكم قبل عن هذا الموضوع سيكون كل ثلاث سنوات وراجع أن الأول يكون في سنة 2020 بإذن الله خامسا إصلاح نظام الإجازة الدبلوماسية عن طريق استبدال الإجازة الثلاثية بإجازة سنوية سادسا إنشاء نظام لتقييم أداء موظفي الشؤون الخارجية لدينا الآن نظام للتقييم ولكن ليس النظام الحالي فيه مشكلة لأنه لا يعمل بطريقة لأن ليس هناك تصنيف حتى وظيفي يسمح للدبلوماسي أن يفهم ما هو ما يسمى job description يسمح الموظف أن يعرف ما هو المطلوب منه من أجل أن يقيم على هذا الأساس سابعا ضرورة تقييم مستوى تمثيلنا الدبلوماسي والقنصري للخارج لماذا نحن غايبين عن بعض الدول المهمة لماذا نحن موجودين في بعض دول هذا التقييم لازم نقوم بيه من أجل معرفة هذه 43 تمثيل دبلوماسي الموجودة عندنا هل هي تكفي؟ هل نحتاج إلى زيادة هذا العدد؟ هل يحتاج أن نكون في دول أخرى لسنا موجودين فيها؟ على مستوى القنصريات والسفارات كذلك دامنا إعادة تعريف دور الوزارة في مجال الدبلوماسية الثقاظية والسياحية والاستثمارات الأجنبية تاسعا تحديد معايير واضحة ومضوعية لمنح جوازات السفارة الدبلوماسية خاصة لما يسمى الموظفين الدوليين الذين دائما يسألون لماذا لا يحصلون على الجواز دبلوماسية وأخيرا هي ضرورة إفادة بعدها لتقييم حالة السفارات والقنصريات الخارجية بعدها من وزارة المالية ووزارة الإسكان والخارجية لتقييم وضعية السفارات من ناحية الأماكن اللي يومون موجودين فيها وكذلك من ناحية المعدات وإلى آخره وهذا هو أشكركم على حسن الاستماع أنا عندي سؤالين سيد الوزير السؤال الأول هو هل ستجعد موريتانيا لمجموعة الدول الغربية في رقية؟ وفي حالة أنها عادت العملة شنو ما صارها؟ والسؤال الثاني أنتم لم تذكرون مجلس التعاون الخليجي وماذا على العلاقات الموريتانية مع قطر؟ هل هناك جديد؟ لا شك أن الدبلوماسية الموريتانية شهدت دينامكية جديدة هذه السنوات الأخيرة والدليل لذلك هو عن إعقاد القمة الأفريقية وجامعة العربية هذا دليل الأقاطع الأشرك فيه السؤال معي الوزير شنو موقعه موريتان من تفعيل امتحاد المغرب العربي؟ نظر عن جلالة ميك حندسات استرحها بخيطة بأمس أن مغرب مستعد لتعاون مع إخوانه وخصصة مغرب العربي السؤال الثاني معي الوزير كم خصصتهم الفترة من أجل بقاء السفير في دولة؟ كان في فترة معينة تعود السفير ما أعطوا يتخطاها كي يجدوا أركاتي على يخلق التواب على السلطة السؤال واضح سؤال واضح من دولة عزيلي كان كنت تقولون أن أدد سوفر أركاتي موريتاني في الخارج وكم الفترة التي لم يتم تخصصه للسفير ما يتخطاها من أجل أنها ستثبات كامل من الموقع شكرا إذن هذه هي السيلة الأساسية اللي له إن شاء الله نحاول نجاوبها بالنسبة للسؤال الأول الذي يتعلق بعودتنا إلى مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه القضية ليست مطروحة حاليا ما هو مطروح وما تكلمنا عنه هو اتفاقية استراتيجية بارتنرشيب مع هذه الدول وصادق عليه حتى الآن صادق على الحكومة وقدمها للبرلمان وهذا يسمح كثير من الامتيازات بما في التبادل التجاري وما فيها بعض اتفاقيات ويسمحها في كثير من القضايا التي ستسمحها ولكن العضوية الموريتانية لم تطالب بها إلى حد الآن ولم تطرح هذه القضية بالنسبة للنقطة الثانية قلتم أنني لم أذكر نحن لسنا عضو في مجلس تعاون الخليجي لسنا عضو فيها أنا ذكرت المنظمات التي نحن أعضاء فيها ولكن ذكرت علاقتنا المميزة مع الدول الخليجية والتي ستستمر مستقبلا وبالنسبة لسؤالكم الآخر نحن مستعدين للتعاون مع كل الدول على مبدأ التفاهم والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أظن على هذا المبدأ لسنا نحن مادين دائما مستعدين لكل شيء لكن لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية ولا نقبل كذلك أن لا يكون هناك احترام متبادل ذلك الديناميكية بما يتعلق بالمنظمة متحاد المغرب العربي أنتم تعلمون أن ماذا يمكن أن نقدم نحن قمنا باقتراح أن يكون هناك اجتماع وزاري وأن الواكشوب مستعدة أن تستضيف هذا بعد ذلك قامت تونس كذلك الشقيقة باقتراح أن تكون لديها اجتماع قلنا اتفقنا على أن تكون هناك خلوة في تونس للوزراء وأن الاجتماع الوزاري يحصل في الواكشوب واتفقنا مع الإخوة التونسيين وقدمنا مبادرة مشتركة أنا أظن أن في الحقيقة في الوقت الحالي تونس وموريتانيا من أنشط الدول في تفعيل هذا لأنه نحن نرى أنه ما حاصل حاليا خلونا نكون صراحيين هو جمود لهذه القضية ولا شك أنها تتأثر من قضية الصحرى الغربية ولكن تتأثر من قضايا أخرى كبيرة ولكن من المهم للشعوب أنتم تعلمون أن الاتحاد المغربي العربي اليوم التبادل التجاري فيه لا يتجاوز ذلاثة في المئة بينما مجموعة الاقتصاد الغرب الفريقية 18% الاتحاد الأوروبي 85% إلى آخرين تروا أن هذا فيه خسارة كبيرة بالنسبة للسوبراء بصفة عامة عادة الديبلوماسي يبقى ما بين ذلاثة إلى خمس سنوات هذا عادة هو المعروف ولكن الدول تختلف لأنه في بعض الدول ظروف معيشة فيها صعبة وفي بعض الدول ظروف أحسن فيها ولكن من المعروف أنه عادة سفير أو ديبلوماسي لا يجوز أن يبقى في بلد أكثر من فترة معينة لأنه يصبح بعد ذلك من الصعب ولكن كما قلت هذه العادة ولكن في بعض الأحيان تجاوزنا هذا إما لأسباب لأن تكون عندنا العمادة وهذا الشيء سياسي المفيد أو أن تكون هناك فرور ولكن سنفعل كما قلت هذا التبادل يلا روتاسيون لأنها قضية مهمة جدا ستسمح ومهمة حتى للديبلوماسي وعائلته أن يرجعوا إلى البلد سنتين ثلاثة يتعرفوا الأولاد والبنات على وضعية البلد وعلى سياسات البلد ويكون يدافعان بطريقة أحسن وحتى من ناحية التمدرس وكذلك عندما يرجعون إلى الخارج إذن هذه قضية التبادل ما بين الدبلوماسيين لروتاسيون من الأولويات الكبرى ومن العراق التي موجودة اليوم أمامنا لخلقة لا شك كثير من الامتعاض لدى الدبلوماسيين لأن هناك البعض الذي يبقى سنوات كثيرة والبعض الذي لا يرجع وهذا لا يمكن أن يبقى وأشكركم جدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا الكريم شكرا معايا لوزير لقد كان لي شرف بدوري أن أقدم بيان إلى مجلس الوزراء حول وضعيتي تقدم خطة عمل الحكومة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري كيف تعرفوا لقد تم القيام في إطار هذه الخطة بجملة من الإنجازات في مجال الصيد والاقتصاد البحري استهدفت من حيث الأساس تعزيز اندماج القطاع والاقتصاد الوطني توفير أفضل ظروف الصحة والنظافة لمنتجات الصيد والتسيير مستديم للثروة وبئتها البحرية الحاضنة وفي هذا الإطار تم التقلب على وضعية تسويق المنتجات السمك كما تم العمل في إطار الحكامة الرشيدة ومتابعة سياسة الصيد في إطار تجديد الاستراتيجية تم تحيين مسار تحيين انطلاق مسار تحيين اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي كما أني أعطاعت الدفع جديد لتحصيل متأخرات لإرادات الصيد خاصة مع السفن الأجنبية كما كيف لمتابعة قطاع الصيد يعني أن كانت تم إشكالية الصيد السطحي الشاطئي تم حل حالة موسكلته وبدأنا مولي ابتهيئة الأرضية من أجل البعثة التفتيش الصحي للاتحاد الأوروبي اللي اللي مضعت هون السبوع هاي وفي نفس الشي عملنا على أساس مولي النقاط الأبرزها أساسا هي خلق أرضية صالحة لتريقية الصيد القاري والاستطراع السماكي اللي قط جيدكم هون فيها هاو من النقاط الأساسية زيادة على تنشيط والتفعيل ميناء تانيت من أجل استقطاب الصيد الشاطئي والتقليدي مع جنوب شمال النواكشوت خاصة هذه أهم المحاور اللي اشتقلنا عليها منذ الشهر الست بعضها قط جيتكم فيه وفستر تولكم أكثر وفم نقطتين منها أساسيات هم اللي ما قط كلمتكم فيها واحدة أخبار تحيين والله تجديد اتفاقية الصيدم على الاتحاد الأوروبي كما تعلمون اتفاقة الصيدم على الاتحاد الأوروبي كانت جارية منذ 2015 وكان نظارتها توفق 15 شهر نوفمبر 2019 وفي إطار تحضير ذلك المسار التفاوضي ارتأى طرفها نحن والاتحاد الأوروبي أن نزيدوا المدة الاتفاقية الجارية بسنة باش نجبروا المتساعة من الوقت يمكن من إجراء مسار تفاوضي أوسع ويطرق على كافة جوانب الاتفاق وهذا تم الاتفاق عليه من طرف الاتحاد الأوروبي ومن طرف الأحاد معناها عن الاتفاقية التي كانت جارية تم استمدادها مدة سنة جاية باش نتمكن من من المفاوضات في جو مريح وتعود ملي شامينة كافة جوانب الاتفاقية النقطة الأخرى اللي ما قد طمو اللي جايتكم فيها هي أخبار التفتيش الصحي اللي لبعثة التفتيش الصحي كما تعلمون منتجاتنا شو المنتجات الصيد إنها مستهدفة تصدير ومن أجل التصدير اللي أريد أن يعود فيما عندها بات كافة السلامة الصحية للمنتجاتنا وهذا يطلب على أن نعود منظومة تفتيشنا الصحي تعود معتراف بها دوليا باش يقدوا منتجاتنا يوصلوا لأسباق الخارجي وفي هذا الاطار جل الدول اللي تستورط من عند المنتجات تعتمد على الإعتماد السوق الأوروبي إذا كان في اعتماد من طرف السوق الأوروبي ترخيص من السوق الأوروبي نحن قابلين منتجاتهم إذا لم يكن المنتجات مهمة مخبولة وهذا يعطي أهمية الذين قالوا الترخيص يعطي الإتحاد الأوروبي وفيgame الإطار الإتحاد الأوروبي يقوم دائما بعمليات تفتيش للنوم تفتيش والدول اللي يعاطيهم لك الترخيص وفي هذا إطار كانت مبرمج منذ فبراير 2019 اللي يتجي بعثم الاتحاد الأوروبي بداية أكتوبر من أجل التفتيش الصحي لمنظومتنا التفتيشية نحن وفي هذا إطار كان قاموا القطاعات والمؤسسات المعنية بتكاتف الجهود كاملي من منتجين من مصانع من مجتمع مدني من إدارات تكاتف الجهود بحيث التفتيش يتم في أحسن ظروف وهذا هو اللي يخلق حسب النتائج الأولية اللي مضطرفهم نفمي اطمئناء على منظومتنا التفتيشية أنها منظومة مقبولة مقبولة بما في الكلمة النعناء هذا هو البيانة التي قدمت اليوم للمجلس المزارع شكراً من طبيعي ما نشوف حد الوزير الصيد الاقتصاد البحري مال عنه أنا ولا نطرح لي سؤال نحن اللي عندما شوية علاقة بالصيد سؤالي غير سابق نطرح في السؤال اللي كان بودينا نلتقاو مع وزير الخارجي أسماعيل وبدو اللي شيخ سيديان ونقتروا كنا ننجبروك أسماعيل و الشيخ كنا نقترين نجبروك اللي عندنا هون مجموع عامل السيني نقتروا لا تطرحوا على وزير الخارجي أما ما يتعلق بسؤالي لوزير الصيد الاقتصاد البحري قضيت ذا اللي قال صيد الأخطبوط اللي هو بول بول لو شهر وخمسة عشرين يوم اللي بحر مقفول وذاك شي طبيعي الراحل البيولوجيا الاسماك ينقل يقال اللي عنه يا الله يفتح يوم 15 شهر يا غير مالي حسب هذه اللجنة اللي قالوا عنه تفتش الاسماك والمحيطات وراه والأمانة التقرير اللي واخو وقالوا عنه ما شايفوا أي مرضية تعلق بطبلس ماك موليتاني وذاك شي جيد هكذا قلتونا مالي مرة ماضية المهم السؤال البحر أنت ينقفل والحوتين تنبع المعلوم أن فيه حواضر على الشاطئ مهمة جدا واختصار خاصة على الاقتصاد الموليتاني من الأربعينات ومن الخمسينات كيف المحيشرات طبعا وهذا كانوا على البحر وكانوا عندهم كانوا يستفادوا من هذا السمك وانتم مشجعين طبعا توطين هذه بيع الأسماك والخدمة الحين هم انتقلوا لنتيجة لعدم توفر هذه البيع والمعاملات مع خاصة المدن الموليتانية وكانت طبعا هي جزء من الاقتصاد صبحوا مضطرين أنهم ينتقلوا من مدنهم الشاطئية إلى حاشية البحر وطبعا أنا قمت بزيارة لهم وطبعا حالهم ضعبان جدا حتى كانوا مدرسة ابتدائية ما هي عندهم وهما عندهم الحياة اللي يعيشوا عليها حاشية البحر ما هي الخطة لوزارتكم للنظر في قضية هذه القرى شكرا جزيلا كيف تعرفوا علن السياسة الموليتانية من السبعينات في مجال قطع الصيد عندها ركزتين أساسيات هي ما تقبل استخراج من البحر أكثر من اللي يعطينا كل سنة بطريقة مستديمة مفهوم أنه ذا اللي ينقال المعاينة متابعة الثروة أساسي بالنسبة لنا وأي تسيير لها لا بد يعود في إطار تسيير مستديم لهذه الثروة وفي هذا الإطار عند هذه الآلية اللي ينقال لها المكتب الموريتاني المعهد الموريتاني لبحث المحيطات والصيد وهذا المعهد يقوم بدراسات ومتابعات من السبعينات إلى الآن وهو هو اللي يحدد متى ينقفر البحر ومتى ينفتح البحر وللأمانة كافة الحكومات الموريتانية ملزمة ولقاط يكون التزمة لأن ذاك اللي يقول المعهد الموريتاني أنها طبق عيائنا من المرات نرجو التوقيف ينقال له تجاري لأن نراه ونفهم كمية معتبرة في مخزوننا ونلابد نوقف والله ليس الدور الصح اللي لحال ما نبي إحنا اليوم في حالة ذاك اللي يقرر المعهد الموريتاني البحوذ والمحيطات والصيد هو اللي ينقرر كانوا 15 كانوا سابذاء كانوا عاقبوا نتحرروا إن شاء الله تقرير اللي يجي عن البعثة العلمية اللي موارثة تدخل للسبوع هينوفي فعلا هذا جانب الأول من السؤال معنى معنى عنه في التهتاح والقفيل إن شاء الله يدروا يحدوا المعهد الموريتاني لـ 2000 أكتوبر 2018 خلق خلقت أزمة في اللي ينقل التسويق وهي الأزمة ناتجة عن اختلالات خلقت في اللي ينقل اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار لأن الدولة ما يلتحدد الأسعار الأخطبو فيه لجنة تكلف من 11 شخص سبعاية منها يمثلوا المنتجين سواء المنتجين التقريديين والله 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 والصناعيين والمصدرين واربعاية منها يمثلوا الإدارات العامة الإدارات العامة اللي مكلفة والله متنعني يبدأ كيف تل البنك المركزي وزارة الصيد المؤسسة من نفسها وهالي اللجنة تأخذ القرارات بنصيب ذوله لا بد من ذل ذين منها يتوافق للسعر باش يحدد السعر من نفسه وخلقوا اختلالات فعلا فيها بداية أكتوبر 18 لأن ما خلق توافقه على الأسعار وتم تحديد الأسعار بطريقة لا تتماشى مع الأسعار اللي معطرها بها للمستوى الدولي ولكن هاي الأزمة الحمد لله بفضل التشاور اللي خلق بين أعضاء اللجنة وفضل المملين ندرناهم أمام مسؤوليات مهومة لما هي مسؤولية وزارة الصيد ولا هي مسؤولية الحكومة مسؤولية لجنة عند الصلاحيات تطلق القانون هاي تم مرضه بحيث أن المخزون يوم 31 يوليو كان 6127 6127 طن ويوم 31 أكتوبر لحق 2794 معناها عن انباع وانباع كافة الانتاج اللي جاق عقب يوم جوية اندقاص المخزون اللي كان عندنا لترنتا يانا جوية يغير دم اللي تم انتاجه كامل من 31 يوليو إلى 30 سبتمبر انباع وراجعين إن شاء الله ندير باقية انها تنباع ولن كل الأمل انها تدور تنباع بين اللي قابلين في القريب العاجل على العياد نهاية السن إن شاء الله فيما يخص القرى الشاطئية نحن على مستوى الصيد نفتخره بالقرى الشاطئية اللي عندنا بهاللي تمثل امتداد ذقافتنا في الربوع للوطن على الشاطئ وهي اللي تمثل ذاللي نقال له جفيني وهي اللي تمثل ذاللي نقال له تواجد للشعب المريتاني على الشاطئ لأن نحن شاطئ إنه شاطئ صعيب لأنه لا يحتوي على الماء العذن الصالح للشرب وتواجدهم فيه تضحية كبيرة منهم وهذا مثمنين ومقدرين وبالتالي الدولة ما قطت دخل جهد على إنها تحسن من ظروف هذا القرى اللي لهي وتحسن منهم بتوفيص الخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب من كهرباء من نقل وما إلى ذلك وتم فعلا بعض من الإجراءات اللي يعدلهم سواء بتوفير الصهاريش لأن المنطقة كيف تعرف المنطقة كانت وعيرة سابق طري ومنطقة كيف قلت في البداية ما تحتوي علمية جوفية على صالحة للشرب وبالتالي لابد يتم تموينهم من طرف النواقشوض والله النواقشوض وهذا قامت به الدولة ومساهمة فيه حتى الآن تم كذلك إنشاء ميناء تهنيت وهذه أساسية بالنسبة القرى اللي متواجد شمال النواقشوض وتموين العمل في ميناء نجاقو اللي ما يخص القرى الجنوبية اللي شاء الله راجين النصف سنة 2020 الدوري تم افتتاح وللملاحة ما نقولكم منهم ظروفهم هي ميثالية غير الإرادة إنها تتحسن يوما بعد يوم هي الموجودة وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ القزواني هذه القرى اللي تحسن فهم قبن سواء قبن في توفير الخدمات الأساسية أو البناء التحتية اللازمة مبرجة كاملة وهو مقطعا منها رغم فهم مجهود معتبر وعدل للسنوات ماضية كاملة ومشكر بسم الله الرحمن الرحيم أنا له نعلق البداية على البيان التي قدمت أمام الحكومة في مجلس الوزراء اليوم متعلق بتقدم إنجاز خطة عمل قطاع التجهيز والنقل هون نختار نقول لأن في إطار مقاربة جديدة تعرفوا لأن رؤية فخامس رئيس الجمهورية للعمل الحكومي لأن نعود عمل موجه نحو النتائج لذلك مجموعة من الوزراء مروا لكم في مؤتمرات صحفية ماضية وقدموا لكم خطط عملهم وآخر هم معالي وزير الخارجية والتعاون اللي قدم الكيوم الخطوط العريضة لخطة عمل الوزارة هذه المقاربة الهدف منها أنه كل وزارة تعود عندها خطة عمل وخارج طريق ما الشعليها تعزت هذه المقاربة بتوجيهات جديدة تعتمد على أساس أنه كل وزارة كل وزير يمر أمام مجلس الوزراء على الأقل أربع مرات خلال السنة إياك يقدم للحكومة مدى تقدم إنجاز خطة عمل القطاع في هذا الإطار اليوم قطاع التجهز والنقل بالإضافة إلى قطاع الصيد والاقصاد البحري قدم مدى إنجاز خطة عمل القطاع وفي هذا الإطار تم تقديم مجمل المشاريع اللي يقوم بها القطاع حالياً في جميع الميادين سواء اللي يتعلق بمراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للنقل سواء فيما يتعلق السلامة الطرقية تشييد الطرق أو تشييد اللي ينقال للطرق الحضرية وتعزيز وتطوير الشبكات اللي تعزز التبادل في المنطقة في شبه المنطقة وحل إشكالية إشكالية النقل الحضري في نواك الشرط في المدن الكبرى إذن مجمل هذه المواضيع تم التطرق لها من خلال تقديم تقدم إنجاز خطة العمل اليوم على سبيل المثال في قطاع الطرق كان عندنا تقديم الإنجاز فيما يتعلق بأكثر من عشرين مشروع قيد الإنجاز والله هي تنطلق قريباً وكانت التقدم فيها 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 واضح هذا أساساً هو اللي تم تقديمه اليوم في هذا الإطار والمهم فيه إنكم تعرفوا وتعودوا على الطلاع لهذه المقاربة المقاربة الجديدة للحكومة إن شاء الله ملزمة بعلنها تعمل حسب هذه المقاربة والهدف من هذا لأنه التأكد مع نتائج لا يتعود إن شاء الله ملموسة تلامس ما يطمح إليه المواطن الموريتاني في إطار العمل الحكومي اللي هو أساساً موجه لأنه يستجيب التطلعات المواطن الموريتاني أشكركم جزيلاً شكر من التوانتح دونجارية الموريتاني جديدة مع لي الوزير عندي سؤال يتألف من الشطرين الشطر الأول منه يتعلق ب طريق نواك شو ترسو اللي فات الحكومة والله بعضها ذكر عن فيها فشل وثبت قدر من الوفيات و لابد تنقب تقدوا تقبولها خطة جديدة لا يتنفعها لا يتعود خطة يسوار وطريق تقدوا يتم الناس تمشي معها بسلامة ودجي بسلامة هذه بقية السؤال كان فما ترقاب عليه تعقب والله لا يتم بحاله وتم الناس تخلع هذه هي كان فما مولي نقل أمن أمن للنقل أمن للنقل الناس تجيب المخدرات الناس تجيب شيء ما هو صالح كامل ويجيب الله عبر النقل ما فهم أمن محدد للنقل شكرا معالي الوزيرة بومدي ذاك تطلع الحجر الأساسي لطريق يوم 12 4 2005 هو مساء طول 111 كيلوات وإلى حد الآن ما فات عدد منه ما هي حدود 60 كيلو معبد من رأي كان أم آليات لنقبل التسريع بإتمال هذه الطريق بين بومدي وكيف وثانيا الصالح من الصعب أنها توصل بومدي به القريج ومرساحة كبيرة لهم مضيق لنقل لمن إدعاء الفوق من رأي كانكم تفكروا وانكم تعدلوا صالح له وشكرا سؤالي يدوخ شوي عن سيدة ناطق رأس بسم الحكومة وقضية الغبن اسمعت الوزير جالي عن يتفتح وكالة قال الضالي عن لا تعود كي وكال التضامن واللي كانت تبني المدارس والناس اللي تخرج فيها جيت رنق في نوع شوط قال بباش وتشقل الضالي سؤالي هم مجموعة موريتانية كثيرة مجموعات لا يوجد بين أحد يبنائها معين في الحكومة لا نهائية إن دار عددتهم بتعلوهم موتيش طاية وشكرا جزيلا سيد الوزير هو دمج أكبر شركتين موريتانيات في مجال صيانة الطرق وتعبيدها يبدو أنه كان بريقة الاحتيال كبيرة وسريقة لمال عام أن ذي الشركة اللي عاد مكلفة عاد تقبل شغلة عند الحكومة وجي شركة خصوصية أخرى تقبل شفافية في مجال منحص صفقات في مجال الطرق شكرا شكرا جزيلا على مجمل هذه الأسئلة السؤال الأول يتعلق بطريقة نواكش هو طروسو هذا الطريقة الأعمال فيجارية ومتقدم أنا زرته ليلو سبوعين تقريبا لشغال تجاوز التقند وطيرة الأعمال ماشية حسب البرنامج حسب الخطة يا الله يا الله الأعمال في هذا الطريق توفى شهر خمسة 2020 ذا كوى المتوقعة تجد لا تزيد على ذلك بالشهرين والله لا تبهي فهم قدر من المشاكل والعقبات تعلق بتوفر المواد الأولية الشركة والجهات المختصة يشتقل الآن على تقديم مقترحات التجاوز ذلك العقبات إلى حين انتهاء الأعمال الشركة ملزمة المنجزة للمشروع ملزمة بعلنها في البلادات اللي ما لحقهم تعدال الطريق لين يعود فهم حفر ولا تقعورات ملزمة بعلنها تصلح ذلك الحفر ولا تقعورات لين تفوت يلحقها إنجاز الطريق بالنسبة بالنسبة الفوضى رخص السياقة فعلا في موسطة ونحن الآن في إطار مقاربة جديدة تعنا بالاهتمام بالمواطن المستخدم للمرافق العمومية القطاع ضمن قطاعات أخرى تم تحديد لأنها لا يتعدل هذه المقاربة في شكل تجريبي يعمل حاليا على تعدال اللي ينقال عن فروت أوفيس مكتب استقبال المواطنين وهذا المكتب لا يعود إن شاء الله موجود في الإدارة العامة للنقل البري ولا يعود فيه دي قيشي محدين قيشي يتعلق برخص سياقة قيشي يتعلق بليكارتغريز قيشي يتعلق بالأمور كاملة ولا يعود يتم استقبال المواطنين مستخدمي هذه المرافق العمومية بشكل منتظم متناهي في التنظيم وهذا الهتف منه هو فعلا على أن نقضي على هذه الفوضاء دوروا إن شاء الله ونرجعو لكم في مؤتمر صحفي مقبل إياك نقضي لكم تفاصيل أكثر عن هذه المقاربة الجديدة وعن هذا التوجه الجديد الذي يهتم بالمواطن ويهتم باستخدامه للمرافق العمومية بالنسبة لأمن النقل الأمن في جهات أخرى هي هي اللي مسؤول عن الأمن طريق بومديد في قطة العمل في تقدم خطة العمل اليوم اللي قدمت طريق بومديد منجز بنسبة 75% الأشغال فيه متقدمة وبالنسبة لصالة بومديد هذه الصالة ما نعرفها قبل يغير نعرف أننا نشتغل الآن على إعداد خطة الفك العزلة بلد منين فيه عزلة إن شاء الله حسب الأولويات اللي نحدوا على معايير محددة وحسب الإمكانيات المتاحة لا يقود من خطة عمل الفك العزلة بلد منين فيه إن شاء الله عزلة بالنسبة للغوبن والوكالة والتعيين في الحكومة ظهر أن التعيين في الحكومة يعتمد على معايير كفاءة ولاني شايف فيه لأنه يعود على أساس محاصصة ومعايير الكفاءة قطعاً أنها مقبوضة بعين الاعتبار في التعيينات معبر القرقرات المشاكل اللي فيه مؤخراً ما التعلق بموريتاني التعلق بالمغرب به اللي الناقلين الناقلين مستائين من زيادة من زيادة الديوان ورسوم الجمارك بالنسبة لدمج الشركتين ATT&M وأنير ATT&M هي إحدى شركات السنيم وشركة السنيم شركة وطنية والتعامل معها ATT&M يعدل على أساس عن كونترا بروغرام كل هذه السنوات هي صيغة للتعاون والإنجاز الأعمال قانونية وظاهر أن ATT&M زاد عندها إجراءات في العباس في دمارشي به اللي تابع الشركة محترمة من شرائقنا الوطنية الكبيرة أشكركم جزيلا شكر شكرا شكرا شكرا